سلمت مؤسسة صناع الخير للتنمية مساعدات مالية لنحو 25 عروساً من الأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز محافظة الغربية يأتي ذلك ضمن مبادرة فرحة التي أطلقتها صناع الخير لدعم زواج الفتيات المقبلات على الزواج من الشرائح الأولى بالرعاية في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي تتواصل مبادرة فرحة عبر تقديم مؤسسة صناع الخير للتنمية مساعدات مالية لـ 25 عروساً يتيمة من الأسر الأولى بالرعاية من قرى ومراكز الغربية المختلفة شغالين سنوية في محافظة الغربية كل سنة بنعمل برنامج زي نفس الوضع اللي حضر لك شوفته النهاردة بفي عدد من العرائز بنسلمهم بعض الشيكات عن طريق المحافظة عن طريق الجهات التنفيذية بالمحافظة مع المسؤولين والإدارة صناع الخير بتبقى موجودة هنا بنفرح البنات واللي نقصها مثلاً أجهزة في أجهزتها زي أجهزة كهربائية ما جابتهاش سيجاد أي شيء تاني حاجات زي كده مش عارف أجيبهم إحنا بنساعدهم وبنديهم مبالغ كويسة جداً مبادرة فرحة التي أطلقتها مؤسسة صناع الخير تهدف إلى إدخال الفرحة على الأسر غير القادرة من خلال دعم زواج فتياتها المقبلات على الزواج نحن في مبادرة فرحة بنساعد 25 بنت على أنهم يتجاوزوا ويفرحوا وقدمنا لهم فرحة كبيرة ومبسوطين أول جداً أننا شفنا الفرحة على وشهم وشكراً صناع الخير المبادرة يتم تنفيذها في محافظة الغربية في إطار بروتوكول التعاون المشترك الموقع بين المحافظة والصناع الخير لدعم الشرائح الأولى بالرعاية